بعض طلاب العلم يتخبط ولا يتخذ طريقة ومنهج يسير عليه فالعلم له مقومات منها الأولها وأهمها النية الصالحة النية الصالحة وأن يكون الشخص في تركيبه قبول للعلم بأن تكون الحافظة عنده تسعف والفهم عنده مناسب ولا يقال لمن حافظته أقل لا تتعب نفسك أو الذي فهمه أقل لا تكلف نفسك لا اسعى اسلك الطريق ولو لم يكن لك إلا الثواب المرتب على سلوك الطريق لكن تحصيل مبني على فهم وحفظ مع النية الصالحة مع النية الصالحة أيضا يتطلب منهج واضح وجادة مسلوكة مسبوق بها من قبل أهل العلم ما يخترع يبتكر طرق وسائل ما سبق إليها إنما يسلك الجادة التي اختطها أهل العلم قبله والعلماء كتبوا في المنهجية في طلب العلم وكتبوا فيما يقرأه طالب العلم وفيما يحفظه طالب العلم ورتبوا الطلاب وصنفوهم طبقات وألفوا لهم كتب لكل طبقة ما يناسبها من الكتب ما تركوا الأمر فوضى لذا تجد بعض الناس من دخوله المرحلة الابتدائية إلى خروجه من الجامعة تخرجه في الجامعة أو ما بعدها من الدراسات تجد تحصيله قليل لأنه ما ما مسلك الجادة المرسومة عند أهل العلم ما سلك الجادة المرسومة عند أهل العلم ورأينا وعرفنا ناسا بعد أن تخرجوا في الجامعة راجعوا أنفسهم وزاولوا الأعمال فوجدوا المسألة في غاية الضعف عندهم ثم أخذوا يطلبون العلم من جديد هذا بإذن الله يستدرك لكن بعضهم يستمر في الأعمال الإدارية ويمشي أموره من ناحية الدنيا ثم لا يلبث أن يعود عاميا لا يلبث أن يعود عاميا لأنه ما أسس العلم يحتاج إلى تأسيس يحتاج إلى تأصيل يعني الاهتمام بالمصنفات والمؤلفات التي رتبت على طبقات المتعلمين لا بد منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر